يواصل تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية احتفالاً بذكرى الثلاثين من يونيو وحلول عيد الأطحى المبارك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وأوضح التحالف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توزيع المواد الغذائية ولكن امتدت لحزمة كبيرة من التدخلات التنموية والتي تسد احتياجات المواطنين بشكل متكامل مما يسهم في رفع دودة معيشتهم وأشار إلى أنه تم إطلاق خمس قوافل طبية تشمل أهم التخصصات الطبية وذلك في محافظات الدقاهلية والشرقية وبني سويف والفيون وأصوان